تحياتي لكل متابعين قناة بيتكم العربي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد نحكي عنه عن عملة جديدة كثير مشابهة لعملة ICO اللي حكينا عنا بالحلقة الماضية فحبيت أنه أخبركم عن هذه بلقي تشوفوه فرصة إذا حابب يستثمر فيها. كريتس هي بلوكتشين أو بلاتفورم مثل كاردانو، إيو سيلي، نيو إثيريون وكلهم. والحقيقة عم تموضع نفسها بمكان اللي هي بين الجيل الثالث والرابع فالفرق المهم عن بقية المنافسين اللي إلا واللي هو السبب الرئيسي اللي أنا حبيت أحكي عنه في فيديو على السريع واللي هو أنه هنن أطلقوا نسخة الألفة اللي إلاهم فهنن أورادي لبلوكتشين اللي إلاهم تحت التجريب وعم يقولوا بجون أو جولاي سيتم إصدار نسخة النهائية منه فهنن تقريبا أسرع مشروع سيتم إطلاق من هاي الأجيال سيتم إطلاق البلوكتشين هدا الشي ممكن يحطه بموقع كتير متقدم وبيعطيها كريديبيلتي عالية هلأ هي إسه بالإضافة لهدا الشي عم يقولوا هنه قادرين يوصلوا لمليون ترانزاكشن بالثانية تمام؟ مليون ترانزاكشن يقدروا يعملوا والفكرة أنه هنه وصلانين هلأ لمئتين مئتين وخمسين ألف بهذه التجربة بهذا النسخة التجربية وهلا لحن نشوف حاطين هنه مكان تقدر تعمل مونيتورينج تراقب هيدا النتل الشي الجديد اللي عرفته بهذه الفترة من الفيديو الأخير لهلأ أنه إيوس عنده القدرة يعني بتصميمه أنه هنه يتوسعوا ويوصلوا للمليون كمان ترانزاكشن بالثانية طبعا مثل ما حكينا الإيو سويسي اللي اثنين هنه بس أحد هلأ حبر على ورق إسه ما في شي على أرض الواقع ما فينا نعرف غير لحتى يتم تنزيل الكود وتجريبه بشكل فعلي كانت بمرحلة الاي سي او وخلصت الاي سي او إلى بـ 18-02 18 فبروري واليوم اللي هو 3-03 تم إطلاق هايدي العملة نزلت على الكون ماركت كاب تمام؟ هلأ حتشوف هلأ شو وضع سعره على الكون ماركت كاب وإذا حبيتوا المشروع اللي إلون وقتلعتوا فيه فممكن هلأ يكون سعر مناسب إذا الشخص بدو يدخل متل ما شايفين كريدت رمزة CS التوكن نزلت على نزلة اليوم ونزلت بـ 28 سنت تمام؟ هلا هي سعر 29 سنت من 28 سنت نزلت لأوطى حد لقى 23 أو 24 سنت تقريبا ورجعتها لقى 29 سنت السعر بالـ ICO كان تقريبا 17 سنت بالـ Pre-ICO كان فيه 30% فهي فعليا الساتا بمنطقة مقبولة للدخول إذا الشخص حب أن يستمر فيها متل ما شايفين عدد التوتال سبلاي لقى هو 249 مليون واللي صار انه هن تقريبا حرقوا نسبة كتير كبيرة منا فـ Circulating Supply سيكون بحده 139 مليون هذا الشيء سيحطه بخانة الماركت كاب تقريبا 40 مليون واللي هو رقم كتير أليل على تكنولوجيا مثل هاي بلش يصير عندهم منتج فهي فرصة أنا برأي اللي مقتنع بهيك مشروع هي فرصة ممتازة لأنه هيدا مشروع بقوة سيلي اللي حكينا عنه طبعا مع اختلاف عدد التفاصيل الفرق متل ما حكينا هون عندهم شي كتير أقوى بإنه هن الوردي مبلشين هاي ميزة رهيبة شباب أكتر ما تتخيلوا سيلي قساتهم فكرة حبر على وراء في بعض الانتقادات اللي سمعتها كتير من الأخوة حتى راسلوني هيني نرجع شوي فرجعت عملت ريسرش لأخبركم بعد هايدي الفيديو شو النتائش بس مبدئيا إذا بنقارن المشروعين هي أحسن بكتير من ناحية المنتج ونزوله على السوق حاليا موجودة على الايدكس فيكن تشتروها والتادكس والفورك دلتا فورك دلتا هو فيكن تعتبروا نفس الاثير دلتا بس عاملينه بشكل جديد يعني فيه حدا ناخده من الاثير دلتا وعمل فورك دلتا فالايدكس هي أكتر شي الفوليوم علي فيكن تشتغل كمان هو موزع بس بكفي كوندك محفظة ماي اثير والدتا عيت الاثيريوم وبتعملها تستوردها بقلب الايدكس وبتسحب الايدكس من محفظتك على الايدكس وفيك تشتري فيها من قلبها على الويبسايت الليلون فيك تفحص إذا بدك تكون تشارك بإنك تختبر هذه البلوكتشين أو البلاتفورم فيك من النودز هون بتروح على الديتيلز بتنزل نسخة برنامج على الديسكتوب بينزل عندك هو عبارة عن بيتواصل معهم بال API اللي هو Application Programming Interface يعني فعليا انت بس بيكون برنامج عندك على الكمبيوتر وبينزل البلوكتشين تبعهم وبيختبر هذه البلوكتشين إذا حابب تساهم فيك تبعى الطلب من هون وتجرب هذه البلوكتشين ممكن تكون تساهم بمساعدتهم إذا بدك تشوف لحد هلأ شو صاير بتروح على المونيتور وهي النتائج لحد ديت هلأ صاروا عاملين تقريبا تسعمية واربعة وستين ألف أعفوا تسعة مليون وستمية ألف ترانزاكشن وماشاين تسعين ألف بلوك من كل البولز وعم يختبروا ماشيين بالاختبارين وهذا الشيء كويس إذا ناخد نظرة على التيم الليلون لست لاحظوا انه حقيقة عندهم خبرة جيدة وهيكلتهم هنن هيكلت شركة أكتر عندهم بوزيشنات كتير بتلاقوها بالشركات الكبيرة فهذا الشيء يعني انه هنن همشتغلوا مع بعض لفترة معينة أو اللي مشكلهن هو عنده بزنس منتاليتي تمام مثل ما شايفين العدد كبير واللو عندهم الادفايزوري كمان عدد لا بأس به ما صر لوقت انه يروح كل الأشخاص وتأكد منهم لأنه بلحق نزلكم نهاية ده الفيديو قبل ما يتحرك السعر كتير للي بده يفوت لذلك ما كان عندي فرصة فوتوا وتأكدوا بنفسكم من كل المعلومات لحتى تكونوا على بيّنة الحقيقة من ناحية المعلومات حاطين كتير معلومات على الموقعون في عندك الويت بيبر وفي عندك تكنيكال بيبر بشكل تقني وفي شورت بريزنتيشن ولونج بريزنتيشن وثري بيج يعني عمينا بكل الأشكال اللي ممكنة مثل ما شايفين هم بالرودماب هنن بنده ينزلوا لنسخة البتا بمارش يعني بها هيدا الشهر وينزلوا على اكس اتشينج بمي سيكون بري ريليس سيطلقوا نسخة الشبه النهائية وبالأخير سيطلقوها بشكل نهائي بجون فالموضوع ما له طويل أكيد بعد الأطلاق النهائي سيصير شيء كتير ارتفاع كتير كبير لهذه العملة إذا كان كل شيء تمام معهم بهيدون الشهرين الميزة الأساسية اللي شفت عندهم من قبل انه هنن رسومهم كتير رخيصة يصف فاصل 0.01 سنت دولار فهي ممكن كتير تستخدم بالانترنت أوف تنكس وأكيد بأشياء علاقة بأمور البنكية والاقتصاد اللي تعرفوها كل ماشيين عليها الاثيريوم والبقية بس هاي يعني ممكن ضارب على ايوتا وبقية العملات اللي بيستهدفوا بس الانترنت فهي ممكن تفوت على هيدا المجال كمان وهون ظهر في شركة عملتلون تكنيكال اوديت يعني هيدا بيكون بالعادة طرف ثالث بيعمل لحاله بيعمل تحقق من الكود أو من السوفتوير اللي إلون فعندهم هاي الشركة فيكم تروحوا تتحققوا منه أنا مرجعت ما فتت وتحققت وفيه الليجل أودت بي سنجافور نعمل الليجل أودت يعني من ناحية القانونية امورها القانونية نعملها تشييك بي سنجافورة بس اليو اس عم يقولوا هنه هنه coming soon لحتى يزبط امورهم حسب القوانين الاميركية امكاننا نطلع القوانين الاميركية هلا عم يقول هون انه فيه اكتر من مئة مشروع هنه نجاهزين لحتى ينفذوا الايسي قولة الالون على كريدتس وعم يقولوا انه هيدون الاربعة هنه الاول المبلشين سيبلشوا يعني مجرد ما يتبلش اذا هذا الحكي مضبوط فهذا الشي رائع هذا الشي رهيب هنه هنه تفوتوا على السوشال ميديا وتتابعوا اخبارهم لحتى تكونوا اول باول بكل العام يصير اذا نحب تخبركم على كريدتس اللي هي فرصة كتير قوية منها حيث البلوكتشين او البلاتفورم اللي بيحب يستثمر بهذا النوع من الاستثمارات بفوتوا وشوفوا اللي بيفوت وبيتأكد موضوع وبيحب يستثمر يفضل ما يكون السعر كتير بعيد عن المكان اللي نحنا شفنا او اللي هو هلأ بالفيديو اللي يمكنكم عم تحضره انت بعد فترة اذا كان السعر بعيد كتير انتظر تصحيح ما تشتري بارتفاع الكبير تمام تبههم اهي النقطة طبعا و قراركم استثماري كل واحد مسؤولية قراره اذا شكرا لمتابعتكم متمنى انكم تشيروا هذا الفيديو مع اصدقائكم لا يستفيدوا من هيك فرصة وتحطوا الجرس اذا ما كنتوا حاطينو اسا مشان متل هيك فرص بتكون بده سرعة نشان يوصلكون باسرع فترة ممكنة الفيديو والتنبيه لهذا الفيديو وشكرا كتير لوقتكن وبشوفكن بالفيديو التاني اللي هحكي فيه شو صار بالICO اللي حكينا عنه ذلك المرة سلام